هذا وأكد رئيس الوزراء أوكرانيا دينيس شميال أن بلاده بحاجة إلى أسلحة لحماية شعبها والبنية التحتية والمرافق الحيوية لمنع الإبادة الجماعية ضد الشعب الأوكرانية وشدد على ضرورة فرض عقوبات قوية وكافية على كل هجوم روسي مؤكدا أن هذه مسألة تتعلق بنجاة أوكرانيا كما أشار شميال إلى أن أوكرانيا تلقت موارد لإعادة الإعمار تصل قيمتها إلى نحو مليار ونصف المليار يورو بعد مؤتمر التضامن ومنتدى الاستقرار الاقتصادية وسلسلة من الاجتماعات في باريس